لأكثر من أربعة عقود كان مشروع الربط السكيكي بين العراق وإيران حبرا على ورق لكنه أصبح واقعا بعد الآن بعد أن وضع رئيس الوزراء محمد شيعة سوداني ونائب الرئيس الإيراني محمد مخبر الحجر الأساس للمشروع إذانا ببدء تنفيذه بحسب المعلومات المتوفرة عن المشروع فهو يتكون من مرحلتين الأولى تهدف إلى مدخط للسكك الحديدية بين مدينتي خرمشهر والإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلو متر كما تشاهدون بينها 16 كيلو مترا ستكون في الجانب العراقي وتبلغ مدة إنجاز المرحلة الأولى كما تشاهدون 18 شهرا ومن المقرر بحسب المخططات أن تكلف العراق نحو 150 مليون دولار أمريكي بتواجه المرحلة الأولى من المشروع العديد من العقبات من أبرز هذه العقبات أنه الأراضي المشمولة بمدخط سكك الحديد بتحتوي على الألغام فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن مسؤولية الجانب الإيراني ستكون تطهير 16 كيلو مترا من الألغام وهو أنجز العملية بنجاح ولكن نتعين على الجانب العراقي إزالة الألغام من المسافة المتبقية تهدف المرحلة الأولى نبقى نتحدث عن المرحلة الأولى من المشروع نقل المسافرين والزائرين من الأماكن الدينية الموجودة في إيران إلى الأماكن الدينية في العراق وبالعكس والذين يقدر عددهم بنحو 3 مليون مسافر أو زائر في محاولة لتوفير وسيلة نقل رخيصة للمسافرين وآمنة في نفس الوقت بظل ارتفاع نسبة حوادث الطرق البرية أما بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع تهدف هذه المرحلة بحسب مسؤولين إلى مدخط سكك حديدية لمنطقتين البوكمال ودير الزور امتدادا في سوريا ومن ثم إلى ميناء اللاذقية المطلع على البحر المتوسط كما تشاهدون ويخصص هذا الخط لنقل البضائع والتبادل التجاري وأعرب خبراء اقتصاديون عن خشيتهم من تأثير الربط السككي بين العراق وإيران على جدوى الاقتصادية لميناء الفاول كبير ومشروع القناة الجافة أو طريق التنمية الاستراتيجي الاستراتيجي